موسيقى مرحبا بكم شاهدين الله كرام في عرض اخباري فصل مباشر من انفاند كاتخ صدق مجلس والمستشارين في جلسة عمومية عقدها بالاغلبية الخميس على مشروع قانون المالية رقم ستين أربعة وعشرين للسنة المالية الفين وخمسة وعشرين برمته وحضي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة والاقتصاد والماليانات يفتح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة بتأييد ستة وأربعين مستشارا برلمانيا فيما عرضه ثلاثة عشر مستشارا برلمانيا وامتنع أربعة مستشارين عن التصويت وكان المجلس قد صدق قبل ذلك بالأغلبية على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية أجرى رئيس الحكومة السيد عزيزة خنوش برباط مباحثات مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السيدة وديل رونوباسو شكلت مناسبة لاستعراض الأوراش التنموية الكبرى التي بشرتها المملكة بقيادة صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم خلال هذه المباحثات التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية سيدة نادية فتاح التنويها باختيار المغرب لاحتضان الدورة الخامسة لمنتدى إفريقيا الاستثمار الذي ينعقد تحت الرعاية المالكية السامية من الرابع إلى السادس من دجنبر الجاربي الرباط بمشاركة فاعلين رئيسيين للتسهيل التمويل وإنجاز مشاريع تروم تحقيق التنمية بالقارة الإفريقية كما تناول وأجرى رئيس الحكومة سيد عزيز أخ النوش برباط مباحثات مع رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية كينوميا دي سينا تم من خلالها التنويه بالتحول الكبير الذي يشهده المغرب بقيادة جلد الملك محمد السادس وهو ما مكن المملكة من التموقع في مصافي الدولية الصاعدة عالميا والبلدان الأكثر استقرارا وتقدما في إفريقيا وذكر بلاغ لرئيسة الحكومة سيد أخ النوش شادة في مستهل هذا اللقاء الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتح بالشراكة الممتازة التي تجمع بين المملكة المغربية ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية داعيا سيد أخ النوش هذه المؤسسة إلى تعزيز الدعم والمواكبة حتى يرقى إلى مستوى الإصلاحات الكبرى والأورش المهيكلة التي يباشرها المغرب في مختلف المجالات بقيادة جلد الملك حفظه الله شادت المديرة العامة لوكالة الاتحاد الأفريقية لتنمية سيد ناردوس بيكيلي توماس بياريباط بالتزام المغرب لفائدة الاندماج الأفريقي عقب مباحثتها مع وزيري الشؤونية الخارجية والتعاون الأفريقي والمغرب المقيمة بالخارج السيد ناسر بوريطا المديرة العامة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية ناردوس بيكيلي توماس تشيد بالتزام المغرب لفائدة الاندماج الأفريقي عقب مباحثاتها مع وزيري الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناسر بوريطا معربة عن تقديرها للدعم الذي تقدمه المملكة لعمل وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية إنها وكالة تابعة للاتحاد الأفريقي تتطلع بمهمة تنسيق الأنشطة التنموية للقارة وتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريعها والمغرب حقيقة مساهم فعال في تحقيق فورة اقتصادية بالقارة كما نقدر دعم المملكة المقدم لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية السيدة بيكيلي توماس أضافت أن لقاءها مع السيد بوريطا مكن الجانبين من الاتفاق حول العديد من المحاور الاستراتيجية الرامية إلى جعل إفريقيا قوة اقتصادية عالمية في جديد قضية الصحراء المغربية اعتمدت الجمعية والعمة للأمم المتحدة قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري لمجلس الأمن الدولي من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وأكدت الجمعية العامة بذلك القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة في أكتوبر الماضي ويدعو هذا القرار الذي تم اعتماده يوم الأربعة كافة الأطراف للتعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التواصل لحل سياسي لهذا النزاع الإقليمي بناء على قرارات التي اعتمدها مجلس الأمن منذ سنة 2007 في الشأن الأمني أجرى المدير والعامل الأمني الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبداللطيف حموشي زيارة عمل إلى بلجيكا وذلك على رأس وفد أمني هام يضم مداراء وأطر من المصالح المركزية التابعة لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وتندرج هذه الزيارة ضمن برنامج اللقاءات المتبادلة بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني ونظرائه في جهاز الشرطة الفيدرالية والأمن الداخلي ببلجيكا والتي تتطلع لتقوية آليات التعاون المشتركة في مختلف مجالات العمل الأمني والاستخباراتي كما أنها تأتي مباشرة بعد الزيارة الأخيرة التي أجرتها للمغرب المنسق العامة لأمن الدولة ببلجيكا السيدة فرانسيسكا بوستين في الخامس والعشرين من نوامبر المنصر أكدت وزيرة والانتقال التاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي خلال جلسة نقاش ضمن فعالية منتدى الاستثمار الفريقي بياريباط على أهمية البنية التحتية التاقية مستدامة في تنمية فريقيا شي ما باك وزيرة الانتقال التاقي والتنمية المستدامة سيدة ليلى بن علي تؤكد على أهمية البنية التحتية التاقية المستدامة في تنمية إفريقيا السيدة بن علي أوضحت خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات منتدى الاستثمار الإفريقي بالرباط أن تطوير مثل هذه البنية التحتية التاقية يشكل مساهمة كبيرة في مواجهة أكبر تحدي عالمي ألا وهو تغير المناخي وأشددت الوزيرة على ضرورة مضاعفة حجم الاستثمارات السنوية في الطاقات المتجددة بالثلاث مرات خاصة في مجال إنتاج الكهرباء من جهتها رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية السيدة أوديل رينو باسو أشادت بمشاركة العديد من المستثمرين من القطاع الخاص مما في ذلك الشركات الإقليمية التي تتطلع للاستثمار في الطاقات المتجددة ودعم الانتقال الطاقي المحلي هذا المنتدى وفي دورته الخامسة يهدف إلى أن يكون منصة لا محيد عنها لفتح الطريق أمام استثمارات استراتيجية تعزز تحول الاقتصادي في إفريقيا كما يوفر وروجا مباشرا إلى فرص معاملات عبر القارة وعلاقة بها شانيا الأفريقي وقع كل من البنك الأفريقي للتنمية وبنك أفريقيا برباط اتفاقية لتقاسم المخاطر لتعزيز تمويل القطاع الخاص وتشجيع التجارة الأفريقية هذا تقرير لك هيشان فرحان البنك الأفريقي للتنمية وبنك أفريقيا يوقعان اتفاقية لتقاسم المخاطر بقيمة خمسين مليون يورو لتعزيز تمويل القطاع الخاص وتشجيع التجارة الأفريقية وتستهدف الاتفاقية الشركات العاملة في قطاعات الزراعة والصناعة الصيدلانية إلى جانب النقل والاتصالات الشراكة التي وقعناها على هامش منتدى الاستثمار الأفريقي بالرباط تروم تحقيق قرابة 200 مليون يورو من المبادلة التجارية لفائدة المقاولة الصغرى والمتوسطة الفاعلة في حوالي 20 دولة أفريقية ومنذ إطلاقه سنة 2018 نجح منتدى الاستثمار الأفريقي في استقطاب حوالي 180 مليار دولار من الاستثمارات ما يعزز مكانته باعتباره أبرز منصة استثمارية في أفريقيا موجهة للمستثمرين العالميين وفي الشأن الدبلوماسية الموازي جدد رئيس مجلس المستشارين السيد محمد ولد الرشيد في باناما سيتي التأكيد على التزام المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلال الملك محمد السادس بدعم وتعزيز التعاون جنوب جنوب وقال السيد ولد الرشيد في كلمته أمام الجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي بارلاتينو إن المغرب بقيادة جلال الملك يضع تعزيز الأمن والاستقرار والتكامل الاقتصادي الإقليمي في صلب اهتماماته ويعتبر التعاون جنوب جنوب خيارا استراتيجيا للمستقبل يقول سيد ولد الرشيد في المغرب تنعقد بمدينة مراكوش أشغال والمؤتمر الدولي للمعادن والذي يهدف إلى تقديم إطار الاستثمار في الصناعة التعدينية بالمغرب كل التفاصيل فيما يخص هذا الموضوع معك سعاد هريرش مردودية الشركات العاملة في قطاع المعادن رهينة بشكل وثيق بأدائها في مجال البيئة والمسؤولية للجماعية والحكامة هذا ما أكد عليه المشاركون في أشغال الدورة الأولى للمؤتمر الدولي للمعادن بمراكوش المؤتمر يعرف مشاركة خبراء في الاقتصاد والجودة والبيئة والسلامة في شركات معادن مغربية ودولية إلى جانب ممثلين لمنظمات غير حكومية ناشطة في المجال المتدخلون أبرز مختلف الطرق التي ينبغي اتباعها مستقبلا بغية استغلال أفضل لموارد باطن الأرض سواء في المغرب أو في دول أخرى طرق تحمي الأرض وباطنها والشعوب إنها للحظة مميزة لأن الجميع قد عرب عن التزامه بهذا الأمر هذا الحدث المنظم من قبل فيدرالية الصناعات المعدنية بدعم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الصناعة والتجارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات كان كذلك فرصة فريدة لإبراز التزام المغرب بالاستغلال المستدام للمعادن وللطلاع على معلومات قيمة حول الممارسات التشغيلية بالمملكة وكذا استراتيجياتها التنموية المستقبلية من مراكش إلى العرائش انطلقت فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الدولي للفواكه الحمراء تحت شعار قطاع الفواكه الحمراء رافعة للتنمية الفلاحية والاقتصادية والاجتماعية المستدامة فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الدولي للفواكه الحمراء انطلقت بالعرائش تحت شعار قطاع الفواكه الحمراء رافعة للتنمية الفلاحية والاقتصادية والاجتماعية والمستدامة هذه الدورة تتميز هذه السنة بمشاركة كبيرة لكل الفاعلين وقدم عدة أجنحاء جنح خاص بالفواكه الحمراء كنا هناك ملتقيات علمية وملتقيات تقنية لتبادل التجارب مع الخبراء الوطنيين أو الدوليين جينا من اللاميمونة كنقضم المنتوجات دينا دي التعاونية بوضع الفخاز بخدوة كوسميتيك دي الفواكه الحمراء ونحن فرحان نمتزف حتى نشارك نفض الملتقات الدولية ثالثة من مرة ونزيد شهر ونزيد شهر المنتوج دينا دي المنطقة الحدث يجمع مهنيين وخبراء وطنيين ودوليين لتبادل التجارب ومناقشة تحديات القطاع واكتشاف أحدث الابتكارات والتقنيات الملتقى كان ملتقى اقتصادي اجتماعي وبالتعريف على جهة ناحية هذه العريش والإقليم دي العريش كما كان أقالي مخرى مثلا إقليم دي القنيترة تهوى عنده حصة الأسد تهوى فيما يخص الفواكه الحمراء المعرض الدولي للفواكه الحمراء يهدف أيضا إلى تعزيز التعاون بين الفاعلين المغاربة والشركاء الدوليين وفتح الأبواب أمام أسواق جديدة تجسد تعاونية الضيعة عامرة المتواجدة بمدينة بوعرفة تجسد قصة نجاح تعكس قوة الإصرار والإبداع والقدرة على التحويل التحديات إلى فرص لتحقيق النجاح والتنمية سكينة مسويح نجاح بسيغة نون النسوي يتمثل في تعاونية الضيعة عامرة المتواجدة بمدينة بوعرفة إقليم في جيغ تعاونية تأسست في أبريل 2022 تعمل على تثمين وتسويق تمور متنوعة إلى جانب إنتاج مشتقات مبتكرة بالإضافة إلى عجينة التمر درت تعاونية عائلية أنا وأخواتي والعائلة ديالي درنا تعاونية عائلية والحمد لله في العمل اللي درنا في التعاونية شاركت في معرض أرفود وكان أول معرض وأول مشاركة واخذت أول جائزة في المعرض والحمد لله كانت بداية وانطلاقة المعرض أعطينا فكرة وعطينا طريقة تسويق أننا نسويقه للتمر ديالنا والتعرفنا الكليين بقى يعرفنا بقوا يأخذوا الكارت فيزيت وحتى المنتوج ديالنا كنحاول أنه يكون في أحسن حال هذه التعاونية التي أصبحت اليوم نموذجا يحتذا به تحرس على مراعاة أدق تفاصيل ابتداء من قطف التمر ومعالجته وصولا إلى إنتاج مشتقاته وذلك لتقديم منتوج ذو جودة عالية للزبناء ضيعة عامرة هي ضيعة نموذجية أو تعاونية نموذجية هي عائلية فعلا ولكن صراحة نموذج يحتد به من تعاونية الرائدة في الإقليم ديرفيقي عندهم طلبات من الخارج الحمد لله واللوحة توماتهم شوية كي شاركوا في معارض دولية داخل المغرب وكذلك معارض دولية خارج المغرب بفضل تمييزها وجودة منتجاتها شاركت التعاونية في معارض جهوية ووطنية كان أبرزها المعرض الدولي للتمور بأرفود والمعرض الدولي للفلاحة بمكناس فضلا عن خوضها أول تجربة دولية بمشاركتها في معارض أبو ذبي للتمور نهاية وذي النشرة شكرا لتفاعلكم بعد قليل موجز لإعملا إلى اللقاء شكرا للمشاهدة